موسيقى وبشتغل على الوست ووتر تريتمنت فترة جزء من الماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه فأتمنى أن أن اوصل لكم بس المعلومة حسب ما أنا لمستها بإيدي واشتها فيه فلسفة معينة احنا لماほど بنتكلم على المعالجة انتوا طالبين من تسمعون المعالجة البيولوجية المعالجة البيولوجية بواسطة الطحالب مش دا انتوا قل juegoount دي شخصا طيب المعالجة البيولوجية دي ليها فلسفة الفلسفة دي أخدناها من الطبيعة الطبيعة بيحصل دا كله بس احنا لأسف ضمرنا الطبيعة الكنام ده بيحصل طبعا التحالب دي اساسا ما ناخدها من الويت لانز حد يعرف يعني ايه ويت لانز الويت لانز دي اللي هي عارفين البحيرات بتاعتنا اللي هي بحيرة مريوت والبرولوس والبردويل ونهر النيل كل دي اسمها ويت لانز المعالجات دي بتحصل طبيعية ربنا خلقها وربنا خلق مكوناتها كلها علشان تقوم بالمعالجة لوحدها بس بما اننا احنا انسان بطبعه مخرب احنا بندمر الطبيعة بندمر البحيرات بنرمي فيها ملوسات غير معالجة بالمرة فيش حتى معالجات ممكن اولية فاحنا غشينا من الطبيعة لخلقها ربنا وعملناها صناعية او بمعرفتنا او حسب احتياجاتنا فالفلسفة استخدام البيولوجيكال تريتمنت هي انك النباتات اللي في المية او التحالب اللي في المية سوى صغيرة او كبيرة عندكم علم ان فيه تحالب كبيرة في المية اكيد طبعا فبتديني تلات حاجات بعد المعالجة بتديني مياه نظيفة بتديني غاز بتديني برودكت المياه نظيفة حربي فيها سمك حربي فيها بط هعمل عليها اي مشروع اقتصادي هايديني ماركتابول برودكت ماركتابول يعني ممكن اقتصادي ممكن تبيعه وتستفيد بيه ماديا وهتديني غاز يعني الكتلة الحيوية اللي بتستخدم في معالجة المية بتكبر يعني بتتكاثر وبتديني محصول فالمحصول ده بستفيد به اذا ما استفدتش به مثلا في غيزة ماشية او غيزة الاسماك فانا هعمل له كومبوست هستخدم واسا في الارض الزراعية بس بعد ما تأكد انه هو خالي من المواد السمة حيث ما تطلعش في النباتات اللي بنأكلها اللي بنزرعها تاني واحنا ممكن ما كناش متأكدين انها نقية نضيفة مش نقية طبعا من عمرها ما حتكون نقية مية في المية اذا كانت غير مرغوب فيها حنحولها لغاز الميسان وغاز الميسان ده بيوفر لنا طاقة يبقى وفرنا مية وفرنا طاقة وفرنا قيمة اقتصادية عشان نخش في المعالجة البيولوجية ما اقدرش اخش كده على طول انا ما انفعش اجيب تحلب وارميف مية ملوسة ما عرفش مصدرها ايه ما عرفش مكوناتها ايه فلازم فيه معالجة اولية معالجة ثانوية ومعالجة اخيرة المعالجة الاولية دايما بتبقى طبيعية طبيعية يعني انا ممكن او كيميائية ممكن ادخل فيها كيمويات بس الكيمويات دي طبعا احنا المطلوب من المعالجات دي ان احنا نوفر فاذا انا دخلت الكيمويات يبقى انا حصرف عليها انا مش عايزة اصرف عليها فبتبقى معالجة فيزيقية يعني انا حواريكم احنا بنعمل ايه في المعالجة الاولية المعالجة السنوية اللي هي الخطوة التانية بتبقى بايولوجيكال البيولوجيكال دي انا لم اقول بايولوجي مش معناها تحالب فقط انا عندي مكون بايولوجي جوة الميا تحالب وبكتيريا ونباتات مائية كبيرة وعندي بكتيريا نوعين ايروبك وانيروبك طبعا كلكم فاهميني لو حد بس مش فاهم يقول لي في السكة كده ايه طبعا فاهمين كل الكلام ده المعالجة السلاثية اللي هي بعد بقى استخلص شوية حاجات اكسر شوية توكسيك ماتيريالز اذا كان النبات هيخودها او مش هيستفيد بيها يوم رميعة في الماية تاني هنعمل المعالجة اخيرة دي فلتريشن وادزوربشن بنحط بقى كيمويات وبحيث الماية تطلع نضيفة وتربية دي ممكن ننقيها مثلا في النهاية ونستعملها للشرب لو حطنا شابة لو حطنا حاجة زي كده يعني مواد كيموية ادي اللي هو بار سكرين ده عبارة عن شاشة معدنية معدنية طبعا دي مش المفروض يكون فيها صادق المفروض تكون ستينلس تيل تكون عبارة عن هي يعني وراها شبكة بحيث تحجز المواد الكبيرة يعني الناس بترمي في البيوت علب كينز على بلاستيج غطيان زايز نشارة خشب طوب فطبعا حاجات دي لازم نحجزها لأول قبل ما نبتدي المعالجة التانية دي طريقة لحجز المواد الصلبة زي ما نقول في طريقة تانية تعتبر لازالت في تريتمنت اللي هي منعمل أحواط دي المفروض في طريق المطار أعتقد كان فيها محط التانقية كان فيها زي حوض كبير أسمنتي بيرمو فيه المواد المخلفات كلها كل أنواع المخلفات عندي مخلفات صناعية وزراعية وصرف صحي اللي طالع من السكرينينج بيتحط في أحواط كبيرة تتساب فترة علشان المواد العليقة اللي فيها طبعا فيها رملة فيها بوائي برضو لازالت مثلا ورق نبات حاجات ميتة حاجات متحللة دي بالجاذبية بتترسب في الحود فده بيعمل لي الميا بي نظفها شوية مش حاجات ونظف معكرة لان في مواد عضوية زائبة بتغير لونها وبتعكرها والهدف اننا اخلص من المواد العضوية دي من المواد العضوية طبعا احنا لو ركزنا على مخلفات الانسان مخلفات البيوت هتكون البراز مثلا الدهون المواد اللي هي بنغسل بيها الاريال والديتورجنت كلها فده الحاجات التقيلة منها بعنصر الجاذبية هتنزل ترسب اما الحاجات الزائبة هتفضل معلقة وده محتاجة لسكندري تريتمينت ده منظر كروكي اللي بيحصل اول حاجة البرس بارس كرين هو هو شبكة زي ما احنا قلنا بتحجز يعني الكلاريفاير ده المفروض اللي ده بنحط فيه الميا بترسب لكن ممكن تسبقها خطوة قبل كده عند الناس اللي يمكن عندها امكانيات اكتر مننا بيبقى حود فيه زلط تحت الزلط ده ممكن ترسب عليه برضو مواد غير مرغوف فيها فدي هتقل لنا برضو شوية الورجانيك متر عشان نخلص منها الميا هتبقى كلير شوية مش كتير اما الحاجات اللي بترسب في القاع دي ما بتترماش كده وترجع لنا للبيئة اللي احنا بنظف فيها فدي اسمها سلاج سلاج يعني هي الحمق السلاج دي طبعا كلها بكتيريا انيروبيك وممكن لو انا حطت لها اكسوجين هتبقى هنم الايروبيك بكتيريا الايروبيك والانيروبيك بكتيريا بيشتغلوا على السلاج بنسحب الرواسب كلها اللي تحت دايجستور هادمة يعني منها بتكسر المواد العضوية الموجودة في الطينة اللي تحت دي فبتحولها الى مواد يعني اقل ضروة على البيئة ولو تحللت زي ما بقالوكم ممكن تروح لاند ابليكيشن يعني معناها تستخدم في الزراعة او في الصناعة ممكن يستخدموها في صنع البريك اللي هو الطوب والطوب الاحمر او الحاجات دي نيجي للسكنتري تريتمنت الهدف بتاعي انا على الاقل لان انا ما كنت بعمل في المعمل انا كنت بجيب الميا رو يعني مية الصرف الزراعي اشتغلت عليه مية الصرف الصناعي مية الصرف الصحي اشتغلت على التلت انواع الميا دي فانا في معملي انا كنت بحط الميا دي في جراكن او احواض ترسب فيها كل الحاجات دي اما للمعالجة البيولوجية المعالجة البيولوجية انتو جايين تسمعوا عن التحالب التحالب دي لها ارتباط وثيق بالبكتيريا لا يمكن التحالب حتشتغل لوحدها يعني حطوا في دماغه ان لما تيجي تشتغل بتحلب اعرف ان في بكتيريا ملازمة بتساعدوا في الشغل بتاعه وانا لأخذ الميا كلير لان التحالب عملية التمثيل الضوئي محتاج لدوق والميا لو كانت معكرة مش هيعمل لتمثيل ضوئي فانا بخفف العكارة دي بالخطوة الاوانية اللي هو البر سكرين وبعدين جريت شامبر وبعدين سديمينتيشن تانك انا بسامي برضو البيولوجيك البيو ريميدياشن او جريين ريميدياشن فيه لها مراضفات كتير لان انا بستعمل فيها عنصر النباتي فالهدف من الخطوة دي هو تكسير الورجانيك ويست اللي هي بالبكتيريا وبالتحالب وباخد الميا انضف شوية من الخطوة اللي قبلها انا بس بستخدم بكتيريا انا بستخدم بكتيريا وفطريات ونباتات بسميها لان كل التحالب تقع تحت بلانت كينجدوم فكل البيانت كينجدوم اللي في الدنيا دي بتستخدم في تنقية المياه الملووسة هنشوف هنشوف ازاي طبعا اولا علاقة النبات بالبكتيريا علاقة السايكليك زي ما نشوف البكتيريا بتقوم بدورها في تكسير المواد اللي هي الورجانيك ماتر لما تكسل الورجانيك ماتر بتتحلل الى عناصرها الاولية اللي هي نايتروجن وفوسفراس وكاربون وأورجانيك ماتر بيحتاجها الالجي بياخدها التحلب التحلب عشان يكون غذاء الشخصي فبيعمل الفوتوسينثيز بياخد الكاربون داكسايد اللي طالع من التنفس البكتيري اللي بتتنفس ونتيجة الديجراداشن ممكن تكون كاربون داكسايد بياخدها التحلب بيعمل تمسيط ضوئي وبيطلع أكسجن هو ناتج الطبيعي بتاعه الأكسجن بياخده مين ترجع تاخده البكتيريا تاني وهلهم مجرى احنا سمعنا على حاجة اسمها ويست ستابيليزيشن بونز حد سمع عليها او حد شافها حد شافها بيعني انا اعتقد ان احنا عندنا ويست ستابيليزيشن بونز في السويس انا سمعت الكلام ده من حوالي 15 سنة اتمنى ان يكون يعني كتير في الاماكن دي ده اساسا مكان بيترمى فيه السويج مش البحيرات بتاعتنا احنا بنرمي دلوقتي في البحيرات كلها كده البحيرات ملوسة والبحيرات حتى اللي هي مسجلة كمحميات طبيعية احنا بتدينا نلوسها بتدينا نقصص منها نعمل مزارع دلنا البحيرات بتاعتنا فدي بحيرات طلح انا شفتها برا بالذات في هولندا مش بحيرات بمعنى بحيرات يعني ده مجرى مائي بيرمو فيه كل المخلفات اللي محتاجة لتدوير واساسا المخلفات دي مفيش نقطة ميا في الدنيا الا لو فيها تحالب لمعلوماتكم الخاصة التحالب الرفيعة كل انواع التحالب يوني سيليولر او مالتي سيليولر ممكن تلاقيها في نقطة ميا حتى لما بتيجوا تمشوا في الشتاء او في اي من غير شتاء تلاقوا حتة ميا جنب مصرف مثلا حفرة الحفرة دي فيها ميا تلاقوا الميا مخدارة دي معناها ايه فيها تحالب فالهدف من البرك دي ان هي اساسا بتاعت مخلفات فقط لغير في الوسط الملوس تقوم بدورها البكتيريا بتكسر بتاخد التحالب بتاخد المواد اللي متكسرها والمواد اللي متكسرها دي اساسا موجودة في المخلفات اللي هي الورجانيك ماتيريان نايتروجن فوسفرس دي سولت فيه حاجات كتير ممكن تحالب انواع كتيرة ممكن تتغزى على المياه الملوسة دي أنا حواليكو بس انواع تحالب اللي هي المفروض بتنمو بنسميها توليران توليران تستطيع التأقلم على البيئة الملوسة في منها احنا نعرف انواع التحالب اليوني سيلولير والمالتي سيلولير ان فيها تلات انواع احنا عندنا جرين الجي وعندنا سيانوفايت سيانوفايت دي تحالب الخضرة المزرقة وعندنا دايتومز اللي هي التحالب الدهبية فدي الانواع ودي طبعا منين ما تلاقي مية صرف صحي ومخدرة ستلاقي فيها الانواع دي دايتومز بتتأقلم الانواع متخصصة في الورجانيك ويست يعني دي اللي عما تلاقي من اي حتة في الدنيا اي صرف ويست في الدنيا ستلاقيها موجودة الحاجات دي كلها لانها بتستمتع اساسا مش محتاجة انها تتأقلم دي اساسا عايشة على الورجانيك متر فالحاجات دي كلها طبعا موجودة لو طلعتوها من اي بحيرة ملوسة حتلاقوها فيه انواع تانية الانواع دي بنقول سليليتي طوليران لان فيه ملوسات بتبقى درجة الملوحة بتاعتها عالية ما درش حط فيها اللي هي الفريش ووتر هنقول فريي طوليران اه لكنها مش سليليتي طوليران ففيه انواع ربنا خلقها كده لتأقلم على المية لو كان فيها نسبة السليليتي كتيرة يعني مثلا انتوا عندوكوا في كلية الزراعة هنا انا رحت مصنع الجبنة يعني مثلا بيترمى اللي هو الشرش الشرش الجبنة فدي حاجات ملوسات ملحة فلو انا حطيت نباتة التحالب اللي قلنا عليها قبل كده دي مش هتعيش فيها هتموت لكن فيه دي تتأقلم سريعا وبرضو معها مصاحبها تصاحبها البكتيريا وحتقوم بدرها وحتاخد المواد تتغز على المواد المتكسرة في الورجانيك ماتر بفعل البكتيريا طبعا وحتنمو وحتتكاثر وحتخلصني من الملوسات ومن في بيئة مالحة فيه مادرت لطولرانت مادرت طولرانت تقدر تتأقلم ممكن ما تأقلم في منها يموت في منها يقاوم حسب التسهيل فدي انواع كتيرة جدا منها برضو هيكون منها الجرين والسينوفايت زي الليمبيا والنوستوك والسينيدرا دي من التحالب الدهبية الدياتوم ما تعتبر اوضوغونيوم اوضوغونيوم غير اوضوغونيوم غير اوضوغونيوم اوضوغونيوم احنا بتكلم على كل انواع التحالب اللي في الدنيا سانستيف يعني ما حساسة جدا يعني أنا عندي بحيرة ربنا خلقها وربنا خلق كل مكونات اللي تحالب فيها مفروض فيها large diversity يعني مفروض يكون فيها بالأنواع بالألوفات يعني والأنواع دي مسؤولة عن الحفاظ على كيان البحيرة على صحة البحيرة على الأسماك اللي في البحيرة نسمك بتتغزى طبعا زي ما تعرفين على التحالب دي بس بما أننا احنا زي ما قلت احنا إنسان بيفسد دين الإنسان واختراعات الإنسان وتدخل الإنسان وإهمال الإنسان بيفسد البيئة الطبيعية ففيه في حاجات حساسة يعني دي في حاجات دلوقتي من النادر ان احنا نلاقيها في البحيرات عندنا فدي بنسميها sensitive species طبعا إحنا بنحاول نربي الحاجات دي في المعامل بس حتى أحيانا بنستوردها يعني فيه تحالب معينة بالذات بحرية برضو من التلوث ما بقتش موجودة فإحنا بنستوردها وبنربيها وبنعمل بنجددها علشان نستعملها في معاملنا ونعمل عليها تجارب عامة أنا عايزة أقول لكم لما تشوفوا أي بحير يعني منظر اللي شفنا ده في الوستستابيليزيشن بونز شايفين الأخضر ده ما هواش حلو لوحش جدا ترى ما انتو شايفينه كده يعني معناها ان فيه كمية ملوثات رهيبة حتى ان التحالب دي نمت بقى ورعرعت وزادت وتكاثرت فإحنا بنقول إيه لما بنشوف البحيرة مخدرة بنقول البحيرة دي ملوثة فمن أنواع الملوثات اللي هي اليوغلينة سمعنا على اليوغلينة اللي احنا في الأول جبنا سيرتها وقلنا إن دي من الأنواع اللي بتطأ أقلم لها أهداب وديوني سيليولار فدي لو تكاثرت يعني احنا بنعمل مثلا محطات بنختار محطات معينة يعني أنا بيجيلي سيزونالي من خمس بحيرات بتاعتنا بتاعت نايل دلتا ليكس بتجيلي عينات النباتات كلها اللي في المياه فإذا أنا لقيت يوغلينة فيها معناها المحطة دي في غاية التلوث وفي غاية الخطورة على الحياء الحيوانية اللي موجودة إذا كانت حيوانات القاع أو حيوانات الأسماك أو حتى على الفيارات فايتو بلانكتون اللي هي سنستيف فاليوغلينة دي شيء يخض يعني لو هي موجودة لما نجي نتكلم على إحنا وانا بايو ريميدياشن هي هي فايتو ريميدياشن أنا بس تعمل فيتوس فيتوس دي معناها نبات كل دا لحت تحت الكينج دوم بتاع النبات أنا حرجع للصورة دي تاني بس ممكن أوريكوا إن في نباتات كبيرة لو كلنا بناخد بالنا لو روح شفنا البحيرات بتاعتنا أي حيوانات حلقي نباتات على الضفاف النباتات دي هي بتبقى غالباً اللي بتتأقلم منها بتبقى مستديمة زي البوس نحنا بنشوف البوس على بحيرات بتاعتنا في المنزلة وفي كل حتة يعني في كل حتة فدي لها جزء تحت الأرض اللي هو بيبقى مغروس في الطينة وفيه جزء خضري فوق بيتكون من الساق وأوراق فيه خمس عمليات بتحصل في الورقة دي عشان تعملي معالجة إيه الخمس عمليات المية أول ما بتوصل بتوصل فين في الجدور الجدور دي البكتيريا اللي عليها بتستقبلها بتتنبه إن في حاجة في حاجة جديدة جيالي بتبتدي تنشط بتحصلها ستيميوليشن فايتوستيميوليشن يعني إيه يعني بيحصل لها بتتأقلم بداية تأقلمها على المية الملوسة تبتدي تكسر فايتوستابيريزيشن أولا هي استابيريزيشن على التتنبه وتستقر على كده خلاص انت حالك بقى كده مش هيجيلك مياه نظيفة هو ده اللي انت لازم تتأقلم عليه أدي العملياتين اللي بتحصل في الجدور النبات بمنه متكامل زي احنا كل عضاءنا متكاملة وبتقوم بوظيفها كل واحد لوظيفته الورق والسقان الخضرة بتقوم بالتمثيل الضوئي فالتمثيل الضوئي ده بتاخد من الجدور أساسا المينيرالز بتاعتها والنيوترينز بتاعتها اللي متكسرة أين كان بقى أي مادة حتى لو كانت مادة دهنية متكسرة في الروتس بتطلع في النباتات أو في الجزء الخضري اللي فوق ده فالنبات بيعمل تلات حاجات بيعمل فيتو بيعمل فيتو بيعمل فيتو بيعمل فيتوزيزيشن يعني معناها إيه اللي هو التبخر تبخر أو تسامي تسامي ودي بتيجي من يعني أنا حواريكوا تجربة أنا عملتها بنفسي بس كتبرة لأن ما عندناش الإمكانيات دي إن إحنا كنا بنعالج مونو كلورو بنزين ففي جزء بيكسروا البكتيريا والجزء التاني بيطلع ما بيكسرش فبيحصل له إيه وفي حاجات تانية الأمونيا الأمونيا اللي بتبقى كتير جداً لما بتزيد عن حدها طبعاً بتطلع النبات خلال النتح بيطلع طبعاً فيه وبعدين فايتو إكستراكشن النبات بياخد يعني بياخد العناصر اللي هو محتاج لها سوى محتاج لها ومش محتاج لها لأنه هو ممكن ياخد هيفي متل نعارفين اللي ما هي ملووسة فيها هيفي متل فممكن ياخدها وتفضل في جسده في أوراق في الستام فدي اسمها بنسميها العملية دي فايتو إكستراكشن فايتو ديجراديشن اللي بيقدر عليه بمكوناته مثلاً زل في حاجات بيكسرها هو بيستفيد منها بيحولها بيحولها الكربوهايدريت بيحولها الشوجرز دي مكونات اللي هي العنصر الخضري ده هنرجع تاني للصورة ودي بس اختصار إنه هو داب المعنى أنا مترجمها بالعربي فايتو ستابيليزيشن ده بيحصل بس كلنا لازم نكون عارفين إيه اللي بيحصل الأول في الجدور وخاصية الجدور والبكتيريا اللي على الجدور وخاصية النبات والدور النبات في عملية البيو ريميديشن ادي الليك اللي هو الويتلاند عندنا ويتلاند على الفكرة بمعناها الأراضي الراطبة أي مكان فيه ميا اسمه أراضي راطبة فدي يعني الأرض الراطبة دي اللي أمثورها لكو دي دي الأرض المثالية دي اللي المفروض البحيرات بتاعتنا كانت عليها مثلا من مئة سنة أنا ما عرفش مثلا من خمسين سنة أنتو بتشوفوا المنظر ده دلوقتي عندنا ده اللي ربنا خلقه ده الطبيعة اللي ربنا خلقه والنباتات دي أساسا دورها عرفاء هي اللي بتقوم بالتنقية وبتقوم وتجديد نفسها والسمك بيتغزة طبعا كانت أنواع سمك كتيرة كتيرة جدا يعني يعني بحيرة البرولوس عندكم فكرة عنها ماليش أنا بطلع شوية فروع كده بس عشان يعني أخليكم تحضروا الصورة اللي احنا عليها بحيرة البرولوس دي محمية طبيعية ليه؟ هي بتقع على البحر الأبيض المتوسط وفي بغاز في اليمي الأيست نورث إيست في بغاز بيدخل ميت بحر فالبحيرة دي كان فيها تلات أنواع من النباتات ثلاث سالاين وفي براكش براكش يعني خليط بين السالاين والفريش وفريش كان عندنا تلات تدريجات بتاعت المياه بما أن عندنا تلات تدريجات كانت عندنا تدريجات المياه دي فكان عندنا كل الأحياء المائية بأنواحة السالاين منها هتلاقيه داخل من البغاز اللي هي لحد دلوقتي حتى بيجيني أنا عينات فيها تحالب بحرية ممكن نلاقي كوديا مرة ممكن نلاقي أولفا ممكن انتيرومورفا الحاجات البحرية نجي في النص نلاقي الحاجات اللي هي براكش ووتر أدابتد في نباتات معينة بنقول أنها براكش ووتر أدابتد يعني إيه؟ بتتأقلم على المياه المتوسطة الملوحة ونجي في الغرب نلاقي كلها فريش ووتر فكانت البرولوس دي مثال وعلى فكرة محتوطة في حاجة اسمها رامسر سايت دي لستة عالمية بالبحيرات اللي هي المحميات الطبيعية محتوطة إلى يعني أن ربنا يأذن بقى يعني خلاص منظرها طبعا استهلكت تماما يعني أنا للأسف أنا بقولي الكلام ده ما حبش أعمل دعاية بس هو فعلا اللي واضح كده وده ممكن عنصر البشري ممكن يكون environmental changes برضو يعني درجات الحرارة في الكون ارتفعت فطبعا درجات الحرارة دي ممكن في نباتات تتأقلم على درجات الحرارة وفي نباتات تموت لو ارتفعت درجة الحرارة خمسة درجة مقوية ممكن نباتات المائية دي تموت وممكن نباتات حتى اللي بتستزر عاديم ما تتأقلمش فده مثل جميل وأنا حب أتفرج عليه دايما على فكرة الويت لانز دي الحيوية الجميلة دي التروبيكس البلدان اللي هي الجو تروبيك 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 يعني استوائية ايه استوائية او احنا ساب تروبيكال بتنتعش جدا في الجو ده شوفوا احنا ضيانا ميراس وكنز قد ايه يعني تعالوا في البلدان بره رب مش هتلاقوا فيها كمية النباتات دي او على الاقل لو اتوا هتلاقوا سيزن ومسيزن لأ في الشتاء هناك فيه تلج البحيرات دي بتبقى تلج على فكرة ما بيبقاش فيها اي حياة الا تحت الاسماك بتبقى اسماك على بعض افتكر اربعة متر من عشان تبقى تبعد شوية عن التلج فاحنا ربنا يعطينا نعمة بناتمنى يعني انها ترجع تاني زي ما قلنا اهنا افتدينا بالحاجات اللي احنا مفروض نعملها عشان ننقي الاماكن بتاعتنا اللي هي اللي عنده مزرعة سماكية اللي عنده مشروع كده بيحاول يعمل تنكات عشان ياخد ماي من هنا ويحطها هنا يرسبها يعالجها بالتحالب وهكذا دي الناتشرال الويتلانس بتعمل كل ده لوحدة بتعمل سديمنتيشن لوحدها بتعمل فولاتيليزيشن لوحدها من خلال الماء او النباتات اللي فيها ميكروبيا ديكمبوزيشن ده ماشي ابتيك باي بلانس كل ده ماشي في الويتلاند انا بس بوريكو ان دي الطبيعة واحنا بنقلدها طبعا انا هنا جايبة معلومة بس التحت ده على ان الويتلانس دي الويتلانس دي على فكرة اللي بيحدد عمرها النباتات اللي بيحدد عمر الويتلاند وتاريخها وسحتها هي النباتات دي وعلى فكرة دي اسمها يعني احنا التحالب احنا ممكن نقول مايكروالجي وماكروالجي دي ماكرو يعني مش جاي اتكلمكم عن التحالب الرفايع بس يتكلم على التحالب الكبيرة كمان يعني عنصر رئيسي في المحافظة على صحة البحيرة فهنا بصوا يعني الكلام ده ويتلانس هاف دي سابير اتالارمين جريتس يعني اختفت بدرجة لازم تنزر منزرة يعني تنزر بان دي ممكن كلابس يعني تختفي مرة واحدة يعني بحيرة ماريوتو اللي انتوا شايفينها دي على فكرة منها لكم من كم سنة من عشرين سنة ما كانتش كده ماشين سنة ما كانتش فيه كارفور كل ده كاتمية يعني كل دي كانت بحيرة ماريوت بس هي اتعامل فيها مشاريع في عندنا تلات انواع زي ما انتوا شفتوا كده في الصورة تلات انواع من النباتات المائية فيه اللي هي بتقيها الجزء الخضري التاحة طافي على الوش وممكن تكون جزرها في مية وممكن تكون جزرها معلقة هنشوف بعد كده ادي انواع اللي بتبقى احنا نعرف نسمع على عدس المية شفتوا عدس المية طلعتوا مرة ده الجزور بتاعتهم معلقة وبرضو فيه علاقة مشتركة بين البكتيريا اللي في الجزور وبين استفادة التحلب ده من التكسير المواد العضوية بياخدها وبينمع لها والايكورنية طبعا ورد النيل نظر لكلنا عارفين ورد النيل الامرجونت اللي هي نباتات اللي هي لها جزء خضري فوق الارض وليها جدور تحت الارض منها الفراجمايتس اللي هو البوس والسبمرج اللي هو تحت تحت الارض يعني سوري أنا أسفل تحت المية بس ايه المية لازم تكون نضيفة او بتعدي دوق الشمس عشان يعرف يعمل التمثيل الدوئي ففي نباتات خضرة تحت المية مش مش تحالب رفيعة تحالب الرفيعة دي هيئمات بتبقى على طول في السابسيرفس على طول لكن دول ممكن يكونوا على أعماق ممكن يكونوا على أعماق مثلا نص متر ما ميزتش عن كده لان البحيرات معكرة دايما الطينة اللي فيها ازا مسلا صياد معادي قلب الطينة او اللي بتاع هتطلع فهت تغيم تغيم الدنيا على نباتات دي فاحنا المفروض نحافظ على السابمرج دي لحقيقة بيجيني نباتات سابمرج كده وخضرة وكل حاجة ومتكاسرة جدا جدا لان دي اللي بنعتمد عليها حاليا في تنقية المية الملوسة وفيه اللي هو بتبقى من غير نحن حنشوف المانزر بس ادي كل انواع نباتات اللي هي المفترض انها موجودة في اي بحيرة او اي مسطح مائي بس انا بكلم عن الفريش ووتر هفكنا مكلمش على مارين يعني عندنا حاجة اسمها سولت مارش مش بكلم عن دي بتبقى على يعني بتاخد مياه من البحر انا بكلمش على السولت مارش دي بتكلم على الفريش ووتر لان دي اساسا اللي بتعمل تنقية للماء دي اساسا الفريش ووتر المياه العزبة دي نباتات المياه العزبة بتعمل تنقية للماء فدينا شايفين هنا كل الانواع ادي الامرجان والفري فلوتينج اللي جزء فوق جزء تحت وفيه جزء متثبت في الارض والسرخص ده نسمع على ما عرفش اسمه بالعربي كارا ده بيطلعلي كتير برضو في البحيرات بتاعتنا ده ده نبات جميل جدا جدا ده دخل مصر بالصدفة ولكده من 15 سنة لقوه في مزارع الرز انا اشتغلت عنه الحقيقة في تنقية مية الصرف الصحي كان بيعقم طبعا مش بيعقم بمعنى تعقيم بينظف مية الصرف الصحي لانه بيرضو بيتغزع على المواد وهو فيه على فكرة جدور تحت صغيرة معلقة فالجدور ده بتساعد برضو في تكسير المواد الغذائية وهو بيستفيد منها ففيه انواع منه يعني البحيرة دي متغطية بالنوع اللي هو كارولينيانا انا كان عندي النوع الاخضر اللي هو فيليكيولويدز ولكن موجودة هتلاقيها عنده فريفلوتين وشفتها بره حقيقة لان بره مافيش لما تكون في كلية مثلا بره بيكون فيها في الباكيارد بتاعها زي احواض بينموا فيها نباتات زينة هده يعتبر نبات زينة طبعا اختفى من عندنا للأسف الهايدريلا ما بقتش موجودة عندنا البانيكم ده عندنا نوع من البانيكم اللي هو الاميرجنت اللي تحت ده ولكن ده نوع ريجد يعني قاسي شوية وهارد بيستخدم طبعا في معالجة الملوزات المائية وبيقدر يتحمل يعني عنده قوة تحمل عالية لكن النباتات دي ما بتستحمل ما نقدرش نحط لها لود من الميا الملوزة فراغميتس ده البوس اللي انتو عارفين هو اللي بتشوفوه ده التايفا اللي هو مش عارف بالعرب يعني ايه وده السيراتو فيلم اللي هو نخشوش الحود ده انا اشتغلت به كتير برضو عارفين ه ده نخشوش الحود ده بيبقى ده اللي هو كويس جدا جدا في المعالجة ده بيمتص كل حاجة بيمتص هيفي ميتالز وبييمتص ارجانيك اي نوع كل انواع الملوزات هو ممكن يستحملها ويمتصها في حاجة ثانية نازم معلومة كده ان ربعمية نبات مصنفين على انهم هايبر اكيومولاتورز هيفي ميتالز هايبر يعني ايه بدرجة عالية جدا اكيومولاتورز انهو مجمع للهيفي ميتالز في معروف في العالم يعني منها اللي احنا نعرفه هنا طبعا عباد الشمس بيطلع عندنا وعندنا ورد النيل طبعا رغم انهو بيطلع ظهرة ظهرة جميلة وده النباتات الكلها دي ممكن تمتص هايبر اكيومولاتور لكن طبعا في خوف ان الاكيومولاتورز بتاع الهيفي ميتالز يوصل للنبات للأكل اللي احنا بناكله يعني لو كان شجرة مش شجرة مش شجرات يعني ممكن مية الصرف مسلا تجري على مزارع فيها ملوخية فيها برسيم لو راحت لو الهيفي ميتال طلع ده ده يعني عنصر ممكن تمتص اي نبات فلو طلع فيه هيفي ميتالز زي السمك ما هو السمك عارفين انه بتبقى في العضلات لو المية فيها كمية هيفي ميتالز بترصب في العضلات بتاعت السمك يعني هو ده طبيعي انه هو بيتسلل لاي ارجانيزم موجود في المية في من دي احنا انا وردتكو صورة فيها المخدرة اللي فيها التحالب اللي هي رفيعة اللي هي يوني سيليولر الخضرة دي اللي هي هائمات لكن دي ده عدس المية عدس المية ده ممكن يعالج ده ممتاز انا استعملت مرة في معالجة مية صرف صحي خلت المية زي الفل وعمل حصاد قد كده ومية الصرف الصحي يعني الخطورة اللي فيها اللي هي المنظفات لكن غير كده بتبقى فيها نايتروجن معظمها نايتروجن بيستفيد بي عدس المية فعدس المية ده غزاء مفيد جدا جدا للسمك غزاء مفيد للماشية للبط ممكن تعمل لكمبوست فده يعني كويس جدا للأكل على فكرة في معلومة برضو من ضمن التحالب اللي هي الهائي مادي فيه تحلب بلو جرين اسمه سبايرولينا مش عارف اسماته عنه ولا لأ السبايرولينا ده لو عالج مثلا ما يتصار في صحي بس ما يتصار في صحي من غير ديتورجنس أو كده ده المحصول بتاعه دواء ده بيعالج حاجات كتير جدا جدا أنا شفت محطة لبنانية بيعملوه مكعبات أو بيعملوه أزايز كده ويدباع للناس لمعالجة حاجات معينة أمراض معينة انتوا لو رحتوا بقى ما تراوحوا عندوكم انترنت دوروا سبايرولينا كتبوا حط ناتشرال برودكت فروم سبايرولينا كتبوا بس المعلومة دي ياريت تطلعوها أنا بس بقريكوا فوائد التحالب مش بس معالجة في حاجة مهمة لازم أقولها لكم طبعا على التحالب دي طالما أنا بعالج بالبيولوجيا بالتحالب الصغيرة والتحالب الكبيرة والتحالب الفلوتينج وكل ده ماينفعش أنا أسيبها تفضل تتكاثر 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 تفضل المياه مخدرة وتفضل المياه كده تغطي سطح المياه مش حالقيه مياه بقى بعد كده أنا عايز أستفيد بالمياه هعمل لازم أعمل أحصد ألم كل الناتج المنتج اللي طالع ده الأورجانيزم عشان كده قلت إيه من في الأول خالص السورة في الأول خالص أنني بستفيد مياه نظيفة وبقى استفيد غاز الميسان والمرحلة التالتة بقى اللي هي لما تنضف برعب فيها سمك بقى بط حاجات كده فأهم حاجة في في سلسلة المعالجة البيولوجية اللي هو امتحر أو هارفستنج أو هارفستنج أول بيولوجيكال برودكتس هقول بيولوجيكال برودكتس يعني معناها قصدي اللي بنعالج به سوانا بتاتك كبيرة صغيرة لما نشوف ورد النيل هايس في المايا ليه هايس في المايا وبيقفل بارك وبيقفل سوري ستريمز بيقفلها يخلص على المايا أولا هو فيه نسبة نتحة كبيرة جدا كمية النتحة فيه بتخلص الماء اللي تحته وفي نفس الوقت ده معالج أنا قلت من ضمن الهايبر أكيميليتر للهي في ميتالز فطبعا ده ما يستعملش عالف ولا حاجة لأن حتى السمك ما يتقبلش السيليولوس ده بتاع الورد النيل جامد عليه فما يهدموش السمك ما يهدموش ده الاختصار العملية اللي بتحصل ألجى البيوماس ده الكتلة الكبيرة اللي احنا بنحصدها لو عملنا لها هارفست هنستعملها بايو ديزل يعني انتاج المحروقات والميثان طبعا من ضمن الطاقة وفرتيليزر اللي انتوا سيادتكوا قلتوا نحن ممكن نلم التحالب اللي هي بس نتأكد انها صالحة مفاش هيفي متال تدر بالزرع اللي احنا بنكله ونعمل بيها فرتيليزر ونسمت بيه الأرض اه اه ادي فيول فيول يعني طاقة من السيويتش باند دي ويست سابليزاشن باند السيويتش باند اللي هي كبيرة اللي ورعتكم في الأول المخدرة دي بيلموا التحالب اللي فيها ويه اه 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 اذا كانت صالحة على فكرة بيعمروها مكعبات بيسموها الجي سوب ودي ممكن يستخدموها بقى اذا كان مكعب كده واحد عنده مزرعة خاصة ممكن يرميها في المزرعة حتى تكاسر بعدين يلمها يحلق المياه نطفل بالكلام ده أنا شفته بره برده في قادي الراجل ده بيربي التحالف زي كياس كياس طبعا شفافة وبينميها على مياه ملواصة بها هو بيحط زي الدروب الدروب ده نشوف حضرتك زي ما انت شاف كده عاملة مبسوط قوي وبعدين كده حيشتغلوا على الفكرة جربوها مع بنزين العربيات حطوا 5% مع البنزين عفروا 5% بنزين ده حاجة مش وحشة يعني دي واحد حاطت زي أنابيب كالر لستبان فوق السطح وحاطت فيها تحالب كبرت وشعت وده برضو بيستعملوه في الفيول دي طبعا مايكروسكوبيك ألجي لكن الماكرو ألجي ما تنفعش نربيها في حتة زي دي وألجي ستورد نجيوب سهي وألجي ما تنفعش بيستعملوه في الفيول دي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر